اشتركوا في القناة ومشترك بينهما من تطور مستمر على كافة المستويات وكلف جلالته سعادة السفير السعودي بنقل تحياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وتمنياته الطيبة للشعب السعودي بالمزيد من الرقي والتقدم داعيا الله عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها الشقيق من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان وأكد جلالة الملك المفدى على موقف البحرين الثابت والداعم للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال العدوانية المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لكافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية وعرب جلالته عن تقديره للدور الرائد الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في ضمان أمن واستقرار المنطقة لما تشكله من عمق استراتيجي للأمتين العربية والإسلامية كما تم استعراض الأمور المتعلقة بالقمة العربية القادمة التي ستعقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال شهر القادم متمنيا جلالته النجاح والتوفيق لهذه القمة لتعزيز العمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر